علامات الصغرى ما قد يظهر بعد العلامات الكبرى التي ذكرتها الآن آنفا في حديث حذيفة بن أسيد بن الغفاري يعني فيه علامات صغرى هتظهر بعد انتهاء العلامات الكبرى؟ نعم زي ايه؟ كالريح ايه الريح دي؟ ما انا هقولك بالتفصيل ان شاء الله لكن الريح الباردة الطيبة التي تقبض ارواح المؤمنين على وجه الارض حتى لا يبقى في الارض من يقول الله الله ولا يبقى في الارض الا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة وفي هذا الزمن تهدم الكعبة يا ربي ماذا تقول يا رجل؟ اقول تهدم الكعبة ستهدم الكعبة؟ نعم لكن في هذا الزمن في هذا الزمن الذي تقوم فيه الساعة على شرار الخلق يهدم الكعبة حجرا حجرا رجلا وصفه رسول الله وصفا دقيقة تبقوا لنا لا مش دلوقتي ده في الآخر حقول مش دلوقتي وحديث هدم الكعبة رواه البخاري ومسلم رواه البخاري في كتاب الحج بل وترجم له الإمام البخاري بابا بعنوان باب هدم الكعبة ورواه الإمام مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة طب قل لنا أي حاجة دلوقتي لا معلش مش دلوقتي مش نتكلم عن هدم الكعبة دلوقتي أسأل الله عز وجل ألا يحرم المسلمين والموحدين منها إنه لي ذلك والقادر عليه لأن أرواح المؤمنين ستقبض بإذن الله تعالى جميعا قبل هدم الكعبة زادها الله تشريفا وتكريما فمن العلامات ما قد يظهر مصاحبا لبعض العلامات الكبرى ومن العلامات ما قد يظهر بعد العلامات الكبرى حتى لا يحدث أي لبس عند بعض أحبابنا وإخواننا فلنشر في العلامات الصغرى وأول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أول مظاهر النبي عليه الصلاة والسلام فهذه أول علامة من علامات الساعة ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ساهل بن سعد الساعدي ومن حديث أنس بن مالك واللفظ الذي أذكره الآن هو لفظ الإمام مسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وضم النبي السبابة والوسطى بعثت أنا والساعة كهاتين وضم النبي صلى الله عليه وسلم السبابة والوسطى ليه؟ لأن ما فيش بينهما أصبح ثالث أو لأن السبابة تتل الوسطى أو لأن الوسطى تل السبابة بلا تفرقة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم والساعة مع بعضهم البعض بعث في نسم الساعة ليس بعده نبي فمجرد ظهور النبي عليه الصلاة والسلام علامة على قرب الساعة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وأعمار الأمم تختلف عن أعمار الأفراد حتى لا يلتبس الأمر عليك أعمار الأمم تختلف عن أعمار الأفراد فمبعث النبي عليه الصلاة والسلام أول علامات القيامة أول علامات الساعة لأنه ليس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نبي فوخاتم الأنبياء وبعده مباشرة تأتي القيامة قال الله عز وجل ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم فهو بلا شك خاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا رسول بعده بل تأتي بعده مباشرة الساعة والقيامة قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وفي لفظ البخاري ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة والشاهد من الحديث وختم بي النبيون فمهما ادعى المدعون والكذابون فلا نبي بعد المصطفى ولا رسول بعد المصطفى وختم بي النبيون فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين ومجرد بعثته ومجرد ظهوره أول علامة من علامات الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهتين وضم السبابة والوسطى العلامة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة في حديث واحد رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عوف بن مالك وقد ذكرته كنموذج من نماذج علامات الساعة في حلقة المقدمة الحديث رواه البخاري من حديث عوف بن مالك أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدد ستا بين هذه الساعة عد معايا اعدد ستا بين هذه الساعة موت أي موت النبي صلى الله عليه وسلم موت ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطة ثم تكون فتنة لا تترك بيتا في العرب إلا دخلته ثم تكون هدنة بينكم وبين بن الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية نثنى عشر ألفا قف مع العلامة التي وقعت من هذا الحديث موته صلى الله عليه وسلم مات الحبيب وكان موته من أعظم المصائب التي وقعت بالأمة حتى قال أنس رضوان الله عليه والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أظلم منها كل شيء رضي الله عن أنس عن هذا الحبيب المحب ولم لا وبموته عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي من السماء ويا لها من كرامة لا يستوعبها كثير من الخلق ففي صحيح مسلم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام انطلق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ليزور أم أيمن حاضنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فدخل عليها فوجداها تبكي فقال لها يا أم أيمن ما عند الله خير لرسوله إن ما عند الله خير لرسوله أو ما عند الله خير لرسوله أي مما أعطاه في الدنيا لا تبكي فقالت أم أيمن أعلم أن ما عند الله خير لرسوله ولكنني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها لأن الوحي قد انقطع من السماء صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى معنى بسنته معنى بشريعته معنى بهديه معنى بأخلاقه بل يحيا في قبره الآن حياة برزخية لا يعلم حقيقتها ملك مقرب ولا نبي مرسل ففي الحديث الذي راه أبو داود والتلمذي وغيرهما بسند حسن من حديث أوس بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معرضة علي قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي وقد أكلت الأرض جسدك يا رسول الله قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فما ظنكم بجسد أطهر الأنبياء وسيد الأنبياء وإمام الأتقياء الأصفياء حبيب رب الأرض والسماء صلى الله عليه وآله وسلم نعم أيها الأحبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي وقعت بهذه الأمة بل أنا أدين الله بأنها أعظم مصيبة بأن موته أعظم مصيبة وقعت بالأمة بأبيه وأمي وروحي لكن شاء ربنا وقدر أن لا يخلد أحد في الأرض ولو كان المصطفى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال ربنا جل وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين فموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علامة من علامات الساعة أعدد ستا بين يدي الساعة وذكر عليه الصلاة والسلام موته بأبيه وأمي وروحي ثم فتح بيت المقدس وقد فتح بيت المقدس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسنوات قليلة فلقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام في العام الحادي عشر للهجرة وفتح الله بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في العام السادس عشر للهجرة فتح بيت المقدس واقعت أيضا هذه العلامة وعاد أو وجاء عمر بن الخطاب من المدينة النبوية النبوية المطهرة إلى فلسطين ليتسلم بيده مفاتيح بيت المقدس وأعطى أهلها أمانا على أنفسهم وأموالهم بل وكنائسهم رضي الله عنه وأرضاه ثم موتان موتان بضم الميم وباء طاعون وهو طاعون عمواس وعمواس مدينة في فلسطين على بعد ستة أميال تقريبا من الطريق إلى بيت المقدس من مكان يقال له الرملة عمواس طاعون انتشر وقتل فيه خمسة وعشرون ألفا من المسلمين وعلى رأسهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله ثم موتان طاعون يأخذ فيكم كقعاص الغنم أي ينتشر فيكم كما ينتشر الوباء في الماشية أو في الأغنام وقد قتل فيه خلق كثير كما ذكرت ووقعت هذه العلامة أيضا كما قال علماؤنا ثم استفادة المال يكثر المال في لفظ البخاري لا تقوم الساعة حتى يكثر المال وفي رواة مسلم من حديث أجموس الأشعري ليأتين على الناس زمان يخرج فيه الرجل بصدقة من ذهب فلا يجد من يقبلها منه وفي صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يشكو إليه الفاقة الفاقة يعني الفقرة وجاءه آخر يشكو إليه قطع الطريق فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم رضي الله عنه يا عدي هل رأيت الحيرة هل رأيت الحيرة قلت لا يا رسول الله ولكني أنبئت عنها فقال عليه الصلاة والسلام لإن طالت بك لعدي لإن طالت بك حياه لترين الضعينة لترين الضعينة والضعينة هي المرأة التي تركب فيها ودجها لترين الضعينة تخرج من الحيرة لتطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله يقول عدي فقلت في نفسي فأين دعار طي الذين سعروا البلاد أي أين قطاع الطرق الذين سعروا البلاد وقطعوا على الناس